إلى رياض وإلى ضيفنا سيد محمد العمراء سيد محمد إذن السوق السعودية تسهل فيها تدولات على مكاسم محدودة جدا موضوع الفيسكا الخليف لازال يؤرق الأسواق بشكل كبير خاصة وأن المباحثات ستستمر اليوم أو تعود المباحثات مجددا بشأن قضية الفيسكا الخليفة والهوية المالية فما هو التأثير الفعلي الذي تلمسه على هذه المباحثات خاصة في حال تعطرها على السوق السعودي نعم كما ذكرنا قبل قليل المستثمرين السعوديين وأيضا المستثمرين حول العالم سيتتركز أنظارهم تجاه مفاوضات الهاوية المالية لأنها موضوع سيهم الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد الأمريكي فحسب بشكل عام نتوقع أن ستكون هناك حلول وسيتم الوصول إلى اتفاق خلال الساعات الأخيرة بالتأكيد من المهلة المحددة التي هي بانتهاء يوم الاثنين وبالتالي أتوقع الأسواق ما أخذ في اعتبارها الوصول إلى هذا الاتفاق لكن السؤال فيما لم يتم الوصول إلى اتفاق أعتقد أن هذا سيلقي بضلال سلبية جدا على الأسواق العالمية عموما وبما فيها طبعا السوق السعودية لكن بشكل عام دائما السياسيين عندما يدخلون في الاقتصاد أعتقد أن هذا نوع من المناورات السياسية الغير مقبولة والتي لها تلقي بضلال سيء بالحقيقة على الأسواق المالية لاحظنا كيف على مدى أربع سنوات أو خمس سنوات الآن من عام 2008 إلى الآن كيف أن القرارات السياسية من السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا كيف يعني لعبوا دور كبير في إعطاء صورة مضللة إلى حد كبير حول سلامة الوضع الاقتصادي العالمي ومحاولة كسب الوقت على حساب طبعا الأسواق المالية التي شهدت تذبذبات ومضاربات عنيفة قياسا طبعا على محاولات كسب الوقت الذي يحاول السياسيين القيام بها لكن طبعا تبدو الصورة قاتمة حول الوضع الاقتصادي في السنوات القادمة لكن طبعا في ظل ضخ أموال أو سيولة نقدية كبيرة أصبحت الأسواق المالية تدار من خلال طبعا ليست الفندمنتلز أو الأساسيات ولكن من خلال السيولة النقدية الضخمة جدا التي تم ضخها في هذه الأسواق لكن طبعا لكل شيء نهاية لا ندري متى ستكون هذه النهاية وكيف لكن واضح أننا أمام الصعوبات والسيناريوات قاتمة إلى حد كبير إلا إذا حدثت مفاجآت تغير نظرتنا هذا موضوع ثاني لكن بالنسبة طبعا إلى الأسواق المالية العالمية حاليا أتوقع إلى حد كبير ما أخذ في اعتبارها أنه سيتم توصل إلى اتفاق لأن هذه كلها مناورات سياسية وأعتقد أنه لن تتفاجأ الأسواق فيما لو تم توصل إلى هذا الاتفاق لكن فيما لو لم يتم قررت لحظة الأخيرة استعودنا عليها من قبل الأساسة صنع القرار في الولايات المتحدة لكن في حال لم يتم ذلك سيد محمد كيف سيتكون الأوضاع؟ بالتأكيد لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق أعتقد أنها ستكون سيناريوات سيئة أول شيء مثل ما التقارير المختلفة المتفقة عليه أنه سيكون فيه ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وهذا بدوره سيأثر على الاقتصاد العالمي أيضا بالركود وهذا سيكون لتبعات أيضا على مستوى البطالة على مستوى النمو الاقتصادي وأيضا على ممكن تتكشف أمور قد تكون خافية على الكثيرين خصوصا مثل الخطاب الحذر التي ألقتها ميركل على البرلمان الألماني فيما يتعلق بسلامة الوضع في أوروبا وأيضا المخاوف أنه ممكن نشوف أيضا خطط إنقاذ ثالثة ورابعة في اليونان وأيضا وغيرها من الدول في أوروبا مما يعني أن هناك تفاؤل لكن في حذر شديد في الجانب إذا سيد محمد الأمور لا تبشر عالمي لكن من الأجدر النظر إلى العوامل الإيجابية في السوق السعودية في هذه المرحلة خاصة قضية التوزيعات النقدية ارتفاع أربع حسمات الجنوبية كذلك في العام 2012 بـ 12 في المئة كلها ربما أمور إيجابية باختصار شديد سيد محمد في 30 ثانية كيف تجد تأثير التوزيعات وعامل التوزيعات على أداء السوق في بداية هذا بداية العام 2013 ما في شكل سلوك الاستثماري في السوق هو ينظر بالدرجة الأولى إلى التوزيعات النقدية كعامل محفز في الوقت اللي المضاربات هي تنظر إلى المكاسب الرأسمالية قصيرة الأجل وتحديدا في قطاعات مضاربية مثل قطاع التامين لكن إذا نظرنا إلى الاستثمار طويل الأجل بالتأكيد أن موضوع التوزيعات النقدية موضوع مهم جدا الإيجابي الآن أننا سمعنا تقريبا أربع شركات أو خمس شركات أعلنت عن التوزيعات النقدية اليوم وأمس من ضمنها طبعا حلواني الخزف سمنت تبوك واسمنت الجنوبية والإيجابي أن كل الأربع شركات هذه أعلنت عن نمو في التوزيعات النقدية وهذا بالتأكيد إيجابي خصوصا أن استحقاقاتها تكون خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة وبهذه الإيجابية نختم لقاءنا هذا سيد محمد العمران رئيس المركز الخليجي للإستشارات المالية تحدثت إلينا من الرياض شكرا جزيلا لك ما تابعي أمس